بشكل يومي تنشط الجهود لتنفيذ اتفاق الرياض هكذا تحدث رئيس الوزراء معين عبد الملك بلغة مليئة بالأمل لكن ما الذي حدث في عدن ليكون رئيس الحكومة بهذا القدر من الأمل بحسب حديثه لصحيفة الشرق الأوسط فإن توقيع اللجان المشكلة من المملكة والحكومة والانتقال على مصفوفة الإجراءات التنفيذية يمثل خطوة كبيرة في سكة التنفيذ الكامل للاتفاق السعودي كما أن تفعيل الحكومة لنشاط المالية ودفع الجزء الأكبر من رواتب العام الماضي فضلا عن تفعيل عمل محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تعد بحسب معين عبد الملك إنجازات مهمة في طريق تنفيذ بنود اتفاق الرياض لا يزال رئيس الحكومة يثق بالدور السعودي الذي وصفه بالأكثر صلابة واكتمالا لكنه لا ينكر وجود تخوفات من عودة الصراع لعدن فهناك رؤى متباينة وتفاصيل معقدة ولم تات تصريحاته بجديد عملي يطمئن الشارع اليمني في جميع المحافظات لقد مضى أكثر من شهرين على إعلان بدء تنفيذ بنود اتفاق الرياض ولم يحدث تغيير حقيقي على الأرض وبالنسبة للوزراء المعارضين لاتفاق الرياض فإن المملكة لو كانت جادة في حماية نجاح اتفاقها لمحتاجت إلى اتفاق آخر لتنفيذ مصفوفة البنود الأمنية والعسكرية وفيما هو واضح بالنسبة لمراقبين فإن الدورة السعودية خلقا قساما داخل الشرعية بين مؤيد ومعارض لاتفاق الرياض وهو ما يعني أن السعودية لم تعد محل ثقة الجميع